من يتحمل مسؤولية دكتور جر النقاش بهذه الطريقة إلى إسلامية إسلامية ضد الهجم العلمانية هل هذه القوى خلينا نحكي بالصراحة تستهدف هوية السودانيين تستهدف دين السودانيين هو حقيقة دعنا نقول بأن على الأقل هناك قوى نشطة قوى ثورية تسعى بالفعل لتحقيق المطالب الثورية وما يحلم به كل سوداني هو دعني أقول بأن قوى الحرية والتغيير على الأقل في وثائقها الأساسية الوثائق الأولى لم تكن هناك قضايا تصادم بشكل واضح مثلا الهوية السودانية وتختطف على الأقل المرحلة التي ينبقى أن تكون مرحلة سوريا لم تكن تختطفها اختطافا إلى المرحلة الانتقالية ولكن يبدو هناك قوى على الأقل ودعنا نسميها باسمها القوى اليسارية على وجه التحديد أكثر فاعلية في الحراك خاصة في المهنيين وأكثر فاعلية يبدو أيضا ميدانيا وبالتالي ترأس مجموعة من اللجان ومجموعة من الفاعليات هذه القوى على الأقل تسعى إلى تسجيل بعض النقاط في هذه المرحلة وجر بقية قوى الحرية والتغيير إلى أن تكون هذه واقع ثوري على الأقل ويكون ثقافيا بثة تقريبا في الشارع العام وهو الذي لاحظناه تقريبا مما يعني تحفظ بقية القوى في الحرية والتغيير يعني التملم الذي رأيناه من بعض القوى التقليدية وخاصة الصادق المهدي وغير من الشخصيات كانت تملم نتيجة هذا النوع من التصريحات التي تختطف حقيقة قضايا لم يحن أوانها بعد وهي من حق الشعب السوداني عبر جهات منتخبة وعبر برلمان منتخب يفترض أن يبت فيها فباختصار شديد في تقديري الذي أوجد حالة الانقسام هي هذه التصريحات المتطرفة من قوى اليسار على وجه التحديد والحديث عن قضية ألمانية الدولة وبعض الأشخاص أنا لا أقول هنا قد يمثلون بشكل رسمي الحرية والتغيير لكن هناك أشخاص متطرفين في مواقفهم ومتصلبين جدا في قضايا الدين والدولة هذه المواقف يبدو جرة الأطراف الأخرى وتعاملت مع الموضوع وكأنما خلاص تم الاتفاق على هذه القضية أو تحاول قوى اليسار أن تجير الثورة كلها لمفاهيم وقضايا تتعلق بالهوية وهي ليس لها هذا الحجم الذي تستطيع أن تسوق به أو تشكل به الواقع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة